أنا عايس ألك مثلاً في سلاسة الوسط للنادي الآلي في مباراة مازمبي التلات دول كانوا بيلعبوه ازاي؟ 2-6 ولا 1-6 ولا 2-8 ولا كان الشكل عاميه ازاي؟ لا بص يعني غالبية طول الوقت كان أكرم وكوكا جنب بعض معظم الوقت والسلاية هو اللي عنده حرية اللي هو بيكمل فهو كانوا بيلعب زي أفشا كده عشرة أوقات كتيرة جداً بيروح زي أكوكا فوق وأكرم دايماً هو لثابت اللي بيلم الحاجات اللي تحت دي فكان غالبية الوقت كان اللي اتنين جنبوا بعض بس فوقت كان أكوكا هو اللي عنده حرية ان هو يطلع إلا الوحيد اللي أكرم طلع فيها اللي هي اللي جاب جول خلاص المطش بيخلص وأكرم أنا عارف أكرم أهوات بس الحالة بتيجي كده فأيه عايز يجيب جول فأنا عارف دماغه ووسخي خد الكرة وجري بس أكرم عامل مباراة حلوة ليه؟ ليه بقى حلو قلت ليه أكرم كان عنده مشكلة الزمان أن هو بيجري في حيطة كتيرة ملهاش مش محتاج عملها أو مش محتاج بسوعة عشان عنده حطة القلب والروح وعايز دايماً يبقى مركز في بيجري في أماكن كتيرة مش بتعلم كانش لها دور خناقاتي معاه دايماً أو خناقاتي معاه كانت في الجونة في الجونة إنها مش عايزك تجري بره أنا عايزك تفت 18 خطين كده ما تطلعش بره خالص قلت له حتى لو هيروح الانفراض ملكش دعو بيه قلت له هيروح الانفراض منين ما لازم يدخل لجوه لما يدخل لجوه بقى قبله لما بره ما تطلعوش بره عشان مساحة الجار يتقل هنا عشان يبقى عندك نفس بعد كده تقدر تكمل وده اللي حصل في الماتش اللي تاخد بالك هو عمل مجهود كبير جداً جوت جوه ولكن بالنسبة للمجهود أكرم فعنده باور نهو في ديئة تسعين عمل سبرينت يضغط يروح يجب جول ويجب جول كمان هو ده لما بدأ يركز في الجزء ده أكرم اختلف وأنا بقول أكرم في نص الملعب مهم جداً أنا بقول الكلام ده مينبادل يمكن لها بماتش أو حاجة في الناس ما كانش عاجبها قوي بس خلا بالك هو أكرم بقاله سنتين ما بيلعبش ولا عشان لما لعب أكرم توفيق ستة أشخب بالك المباتل الدهاله قبل كده يبيدينه تمانية يا باكرايد بس بحيث تمانية أكرم توفيق بيتوه لا هو مشكلة أكرم من فترة اللي فاتتني أكرم بقاله فترة طويلة أو ما لابش في المكان فشوية أي حاجة بتاخد وقت مع أن أكرم كمان فيه جمهور العدد الجمهور ده خلي واحد زي شخصية أكرم مع العدد ده هتلاقيها حاجة تانية خالص يلعب بيتنين لعيبة آه طبعا فيه لعيبة بتأثر فيهم القصة دي جداً